صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في هذه الفقرة اللي بنحاول من خلالها اللي احنا نسلط الضوء على اهم ما هو موجود على ارفف مكتبات العرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب لأن صدرت مذكرات لواحد من صناع الفن المصري تحت عنوان الزمن وانا المذكرات دي بتحكي رحلة الفنان فالوكس مع الفن اللي امتدت على مدار ستين سنة تقريبا شارك من خلالها في مئات الاعمال ما بين المصرح والسينما والتلفزيون ايضا حكايات كتير في حياة الامر عن هذا العمل هيحكي لنا عنها مؤلف الكتاب الصحفي حسن الزوام اللي بنعورنا في صباح الخير يا ما الصباح الخير يا سيد حسن سيد حسن نور اهلا وسهلا بك سيد حسن صباح الخير عليك سيد حسن في البداية عاوزوا اعرف من حضرتك علاقتك بي الفنان الكبير فاروق فالوكس وليه كتب مذكراته هو ليه كتب مذكراته لأسباب كتير اكتشفتها بعد ما بدأت علاقتي بيه هو يعني من حسن حظي ان ليه صديق هو السيد محمد البعلي مدير ومؤسس در نشر اسمها سفصافة كلمني وقال لي انا عندي مذكرات عايزين نكتبها بس انا عايزك انت اللي تعملها يعني فانا بصراحة رحبت جدا لانها كانت فرصة بالنسبة لي ان انا ارجع تاني لاصدار كتبه كده وعندي انطباع جيد عن الاستاذ فاروق فالوكس انه اعرف انه هو رجل مصقف وعنده وعي كبير فبالتالي كنت يعني رحبت في البداية لما رحت قعدت معاه انا بتكلم مع ربنا يدي له طلط العمر والصحة يعني بتكلم مع رجل في نصف منتصف الثمانينات فكنت متخوف من ان هو يكون مش متذكر احنا بنتكلم عن مذكرات هننشيها بسياق زمني لقيته راجل حضوره رائع الملامح الاولانية اللي حكيها لي بقيت خلاص عارف ان في حاجة عظيمة هتطلع من هذا العمل ثم استمرت الجلسات انا اللي عرفني اصلا بدار النشر بنته الدكتورة يوسر فالوكس وهي مخرجة في التلفزيون المصري وشخصية جميلة ودقوبة يعني هي نفسها كمان صحبة فكرة اصلا كتابة المذكرات وهي طرحت الفكرة على الفنان فالوكس اللي تحمس لها كتير بالضبط كده فهي عارفة الجلسة الاولانية بنبدأ نختبر بعض هيعرف الكيميا تمشي مع الفنان فاروق فالوكس مش هتمشي هي جلسة واحدة وبعدين قررنا ان احنا نخود هذه التجربة استمرت تقريبا اربعة شهر تسجيلات سجلت اكتر من اربعين ساعة بسم الله ما شاء الله هو كل ما يعني احنا بعد ما خلصنا المذكرات حجم الحاجات اللي احنا افتكرنا ان احنا ما حطنا عشر تقريبا توازي جزء تاني من الكتاب الكتاب 492 صفحة مليانين حياة مليانين حياة بشكل من الطفولة طب انا عايز اتكلم بقى عن الحياة دي فكرة ان الفنان فاروق فالوكس عصر منذ ايام الملكية وحتى الان شاف اشكال مختلفة من الحياة بقى ومراحل كتير عادت على مصر مراحل كتير من شكل الفن التعامل مع الهندسة حاجات كتير قوي ومحطات كتير قوي ممكن تكون مادة ثرية وقدر يتكلم عنها وحادتك تبرزها في المذكرات مادة في غاية الصراء الزمن وانا مش مذكرات فنية مذكرات سياسية واجتماعية واقتصادية يعني مرسود فيها شكل المجتمع وهو بيتحول من سنة سبعة وتلاتين لغاية يومنا ده هو موليد عشرة فبراير سنة سبعة وتلاتين وكان من حسن حظه انه مولود في مواجهة قصر عبدين يعني هو كان جار الملك فانك موجود في مواجهة قصر الحكم بتلق شكل ترقائي شكل ترقائي شكل ترقائي انت بتصح الصبح تشوف الملك واخارج بالموكب بتاعه مين اللي داخل قصر الحكم مين اللي خارج من قصر الحكم المنطقة اللي حوالين قصر عبدين هي منطقة كوزمو بوليتان متعددة الصخفات والأعراق بشكل اللي هو كان بيصفولي حاجة تجعل النشأة دي بشكل ترقائي تطلع حد مختلف بيتعامل مع مصريين بكل الأجناس نوبيين وبحرويين وبتعامل مع أجانب طاليان إنجليز فرنسويين بيتعامل مع هنود بيتعامل مع مسلمين يهود مسيحيين كل ده كان موجود لأنها كانت مدينة الحكم بدان عبدين كانت المنطقة والمنطقة المجورة لي هي منطقة الحكم فكان حوالين منطقة الحكم كل الثقافات اللي ممكن تكون موجودة في مصر في العصر ده كمان وكان عصر يعني انفتاح ثقافي والقاهرة كانت من أهم احنا منشوف صور بلوقتي برضو آه ده عروض يعني ده عرض الوحيد على المسرح الصورة اللي فاتت للفنانة ناديا لطفي عملت مصرحية واحدة اللي هي مصرحية بامبا كاشر آه مع سوزيح الفخراني مع سامير خفاجي كل دي من من الصور أنا الصور يعني الصور دي طلعتها ده يعتبر فرز العاشر من 65 ألف صورة محتفظ هاري لا 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 قول الرقم تاني 65 ألف صورة ازاي فرزت 65 ألف صورة عادت فيهم قد ايه دولة لا احنا فرز لا لا فرزنا لا فكرة الاحتفاظ ب65 ألف صورة الزبط فكرة الاحتفاظ المهندس بقى الفنان الإنسان فاروق فلوكس واسمه فاروق توفيق صالح مبارك مثلا أنا وانا عب بكتب معا الحاجة وبنسجل فاحنا بنتكلم عن معلومة معينة ولتكن انه هو مثلا دخل مزبيره سنة 65 بس هو ركب بالأوتوبيس النهري مثلا فخلاص انا بحط المعلومة كده بعد ما خلصنا كل الكلام فيه مرحلة توصيق لانه ربما يكون فيه اختلافة طوريج افتكر حاجة نيسي حاجة تذكرت تقول سويس النهري موجود عنده لما نزل الانتخابات في كلية الهندسة الدعاية الانتخابية موجودة من ضمن الصور الدعاية الانتخابية اللي عملها سنة 61 موجودة عنده الحاجات لما يسافر برة كل الأماكن اللي بيعكس اللي احنا امام شخصية منظمة ومرتبة هو انا معرفش هو مش خارج وصائقه ومكتبات لكن اعتقد انه يصلح لانه يكون عميد كلية قسم مسؤول كبير في التوثيق لا بشكل عظيم جدا فبالتالي انا وانا بقى في مرحلة التوثيق بعد مرحلة التسجيل لانا فجأت انه في حاجات لا ده في حاجات انا كتبتها وانا بتشكك لا دي كانت تاخد راحتها يعني مثلا هو كان بيكلم عن انه راح للمخرج الكبير نور الدمرداش علشان يعمل في مرحلة لحيخة من دخوله في موضوع الفني يعني يأسس مسرح جامعي الاسماء اللي موجودة في المسرح الجامعي اللي هو بيقول هالي اسماء اصبحت بعد كده نجوم صحيحة التجربة ما اكتملتش بس الاقي عنده الدفتر بتاع حضوره الغياب بتاع الممثلين اللي بيجوا بروفات المسرح الجامعي واول مصرح حاجات اللي متقرشفة من سنة 65 من سنة 61 فزن بقول لحيخ مثلا وكأنه كان يعلم بانه هيوثق في يوم من الايام كل هذه المذكرة لا هو مش بقى بيوثق لمذكراته كمان هو ما فيش حصل في مصر حدث كبير إلا ما ليه ملفات عنده ولياكم مثلا نحن بنتكلم عن الارهاب هو عنده تاريخ مؤرشف لكل العمليات الارهابية اللي حصلت في مصر من السبعينات التمانينات الكلام ده كله مؤرشفة بالترتيب لغاية يومنا ده عنده حاجة أظن أنها مش موجودة في حتة عنده أعداد مجلة الهلال من سنة 46 حتى الآن دون أن ينقصها عدد واحد ده مش موجود في الهلال نفسه مش موجود في دار الهلال نفسه لأنه بدأ يقرأ مجلة الهلال سنة 46 ومجلة الهلال هي نقدر نقول كده أنها كانت منبر الأراء والأفرار كلها عباس الأدوة توفيق الحكيم ومفيش حد من الأسماء العظيمة دي للوحد جسمه يأشعر لما يسمعها كانش بيكتفي من مجلة الهلال فلما أنا أبقى طفلة عندي صابية عندي 15 سنة ولا شاب صغير من سنة 46 والدي بيجيب لمجلة الهلال ويبقى دي نوعية الحاجات اللي أنا بقراها مش غريب أن أنا لما وصل لأن أنا يبقى عندي 50-60 سنة تبقى مكتبتي فيها 40 ألف كتاب هو مش غريب بس صعب أنه يحتفظ بال40 ألف كتاب وأنه يقرشفهم وأنه يبقى عارف حكته لا عارف حكته طبعا يعني يسر بقى لها كل الشكر والتحية لأن هي الحاجات دي متوزعة عندها بشكل مبس عارفين يعني كمخرجة عملت الإخراج المكتبي لهذه المكتبة عملت إخراج المكتبي وهو يصرف حيات العمر شطرة في ده بصراحة وهو وهو كمان لما يحط حاجة مثلا على المكتب يعني عايز يتكلم في ملفه معين يبقى الملف الأبيض اللي على الشمال في المكتب خلاص ده معروف في إيه شديد التنظيم برغم من ده ما لقيناش أن في جانب من الجوانب تم التركيز عليه أكتر من غيره في المذاكرات نقدر نقول أنها بانوراما ما فيش مثلا الجانب الفني أو علاقته بالهندسة فقط أو علاقته بالطفولة أو بدايته في الطفولة فقط أو الجانب السياسي فقط ما فيش حاجة كانت وغدى مساحة أكتر من غيرها في المتعامل هل ده كان متعمد؟ لا أنا كان نفسي أني بقى في حاجة بالركز بس أنا مش معرفتش بالركز على حاجة ليه؟ أولا الجزء الخاص بالطفولة ووصف التحولات السياسية اللي عاشت فيها مصر وهو ليه رأي فيها فيما يتعلق بقى من بداية الملك ثم الأزمة بتاعة الحكومات حكومة حدث 4 فبراير ثم حريق القاهرة ثم صورة 52 ثم تغير نمط الحكم وتغير شخص الحكم ده الواحده جزء بعدين تكتشف أنه هو يطلع الأول على مدرسته في المرحلة السنوية وبعدين يدخل لي كلية هندسة وهي كانت حلمه الأساسي وهو في كلية الهندسة بالصدفة يدخل بقى في دمه عيش الفن والقانون جاء إمتى لا ده القانون ده في مرحلة تانية بعد ما تكلف بقرار من الرئيس الجمهورية للعمل في المصانع الحربية مدير المصنع شاف فيه أنه شاب نبيه جدا قال له تعالى احنا في مرحلة معينة كمان كم سنة هيجبونا علشان نبقى كيان مستقل وده هيحتاج خبراء قانونية أنا وانت هندرس القانون في جامعة القاهرة وناخد الليسانس عشان نبقى مستعدين قانونيا للمفاوضات بتاعة فصل المصنع يعني التنظيم والتخطيط ده كان طبيعة يمكن بتاعة مرحلة بقى أو الشباب في الوقت ده كانوا وكلهم عندهم القدرة دي وبعضهم تماس فيه فيجيبني أنا أهو بس أستاذ فاروق فلاوكاس أنت بتقول لهو صديقه كمان ده مدير المصنع مش صديقه ده هو هو أول ما دخل أصلا في مصنع التسع الحربي الشخص اللي استقابله مديره مدير مصنع التسع الحربي هو بدأ يعمل حركة وشافه أنه هو شاب دقوبي يعني فتعال لا إنت زكي فهتدرس قانون وأنا هدرس قانون والعربية الخاصة هتوصلنا إحنا الاتنين يعني أنا أروح يوم وأنت هتروح يوم بعربية الخاصة وأنت مش كل موظف عندك هتدي له فرصة أنه هو يدرس لازم تكون لمحك فيه حاجة وشايف فيه حاجة اللي هو يستحق قبل ما يدخل مصنع التسع الحربي بتحصل في حياته صدفة غريبة جدا إيه؟ الحسن الحسن فاهمي اللي هو والد الرقصة الفن الشعب الشهيرة فريدة فاهمي طب هو كان رئيس القسم الميكانيكا في كلية الهندسة جماعة القاهرة والشيء الغريب أنه كان كمان عميد مع هذه السينما ما عرفش إيه العلاقة بس هو كان كان مسؤول عن الاتنين فلما فروفة لوكس بدأ مسيرة الفن بقى كهواية في جامعة القاهرة ومع الفنان الكبير في وقت المهندس والفنان الضفة أحمد والعلاقة نتكلم على علاقة بثلاثة أضواء المدينة دي بيحلصة تانية وعلاها فقرر أنه يخش مع هذه السينما فراح مع هذه السينما فيه اختبارات قبول يا جماعة آه فيه ست اختبارات قبول دخل اختبارات القبول جواب عليها كلها طلع الأول في نتيجة الاختبارات دي وفيه بقى زي مقابلة شخصية فدخل لها الأستاذ حسن فهمي ما كانش دكتور كان أستاذ حسن فهمي فقال له يا فاروق مش أنت عندي في القسمة في كلية الهندسة قال له آه قال له مش أنت جاي لك جواب مكلف من قبل رئيس الجمهورية بالعمل في المصانع الحربية قال له آه قال له لا نحن مش عايزين ممثلين عايزين مهندسين فحرموا من أنه يدرس مصر السينما مع السينما كانت الدفع اللي فيها حسن فهمي وأسماء كبيرة في معهد السينما فاضطر أنه يبدأ يركز في شغل الهندسة وهو خد في الرحلة دي كمهندس متنقل كانت كبيرة جدا زي شركة النصر اللي استرادوا التصدير زي شركة السينما التنقل ده عمل فيه مسيرة عظيمة مهنية يعني في الهندسة لغاية ما وصل لدرجة وكيل وزارة في الهندسة وفي نفس الوقت ماشي في التراك الفن يعني عشان كده احنا اخترتم عنوان الزمن وأنا علشان يسلط الضوء على ما فعل به الزمن في خلال هذه الفترة أو هذه المسيرة فنقدر نشوف ازاي شكل جوانب مختلفة من حياته بالزبط كده سيد فاروق هو هو اللي اختار اه هو اللي اختار كلمة انا كنت عايز اعمل حاجة اسمها هو مؤمن وانا كمان مؤمن بانو الزمن ده عمل زي الوبور بتاع القطر هو بيمش مالوش ضعب حد يعني لا شيء يعطل الزمن مهائي الزمن ماشي وبيهرز تحت منه الاحداث والاشخاص يعني فيش مفيش يوم مش خمسة مش اربعة عشرين ساعة صحيح الزمن بيجري بلا توقف وما فيش حد فانا كنت مثلا حطت اسم مقترح اسم وابور الزمن او مثلا حجر رحاية لانه هو حجر رحاية اللي بيلف ده مش هو المنتج رغم انه هو اكتر حاجة بتتعب في الموضوع هو في الاخر استقرنا على اسم الزمن وانا لانه بيعبر شوية عن رؤيته في الفكرة اللي انت بتقول انه الزمن هو اللي بي يعني احنا ما بنعملش هو اللي بيشكل هو اللي بيشكل هو اللي بيشكل بكل الاحداث فكرة طرح او فيه شكل مطروح ان المذكرات يتم تقديمها بشكل مختلف بودكاست مثلا او او شكل مختلف بحيث ان احنا نحافظ على استمراريتها فترة اطول يسر بقى عندها الافكار اللي هيستعمل ده ما عرفش هل ممكن الموضوع يتطور انه هو يتعمل فيه عمل اخر يعني ولا لا بس هي مركزة كويس العلاقة ما بينها وما بين والدها ربنا يديله طلط العمر يعني علاقة جميلة وفريدة اصدقاء انا نفسي احب ان يبقى بنتي بهذا القدر من السند لما بقى في المرحلة العمر ربنا يقله لها ويحفظه يا رب وهي عاملة يعني عاملة اللي عليها وزيانة احنا شهادتنا فيها هتكون مجروحة برضو عشان يعني هي زملتنا في هذا المبنى تحديدا ويمكن احنا يعني عصرناها وشفنا قد هي كمان عندها ملكة الاخراج المتميز بتعرف اللي هي توثق الحاجة بشكل كويس وكده عرفنا جابتها منين جابتها من ولدها اه لا دي حقيقة هي يعني تشبه له كثيرا احنا ما تكلمناش على علاقته بقى بالفنانين تحديدا لان كانت في هذه الفترة من الزمن كان فيه نجوم وكان فيه اسماء ساطعة في سماء الفن تحديدا لو هنتكلم على ثلاث اضواء المسرح تحديدا وغيرها من النجوم او غيرهم من النجوم والفنانين كانت علاقة فاروق فلاوكس بيوم ايه دي قصة صغيرة بس محتاج احكيها فالل هو كان فيه مدرسة اسمها مدرسة القربية كان ليه صديق نوبي طفل نوبي والده كان من المساعدين لمصطفى بشان حاسم فكان شاف فاروق والطفل اسمه فاروق عنده في البيت بيرسم فمين يا ولاد اللي رسم الرسمة دي قالوا له ده فاروق من الطبيع انه برافو عليك يا حبيبي شاطر لا ده تاني يوم راح المدرسة قابل مدرس الفن في المدرسة قالوا في عندك طفل اسمه فاروق خلي بالك منه ونمي مهارته لانه موهوب لانه موهوب يعني انا بكلمك بشان هو بيوصي على ابنه ده بوصي على صديق ابنه اللي شافه في بيته بالصدفة وشاف منه رسم فراح وصل المدرس المدرس خده اتعلم الرسم عند في مرسم يملكه رسام يهودي وده الجمعية الجغرافية تعلم النسب الرسم والقرائط الجغرافية فاصبحت عنده موهبة الموهبة دي وهو في كلية الهندسة استغلها في انه كان بيساعد الطلبة في تصميم اللوحات الهندسية هو لازال حتى الان خطه جميل جدا رسوماته جميل جدا عنده كم عظيم من الرسومات اللي ما تيجي تمثل طيب خلاص تيجي تمثل اللي راح يحضر بروفات تبع مسرح كلية الهندسة اول بروفة فشل فيها بعد كده فدل يكمل لغاية ما يجابه الأستاذ ابو بكر عيزة الفنان ابو بكر عيزة طلب انه هو من الناس الموجودين يعملوا عرض تمثيل صامت فهو اللي المفروض كان قاعد يعني النوع من أنواع كمالة العدد طلع عمل العرض تمثيل الصامت نجح فيه يقدمه ياخد فيه مداليا في كلية هندسة يوجهها ابو بكر عيزة لرعاية الشباب فاروق فالوكس الطفل اللي نجح في الرسم وتحول إلى الهندسة ومن الهندسة إلى الفن والفن الفانتومايم وأشكال مختلفة ودراسة القانون فاروق فالوكس الذي لا يعرفه أحد وحضرتك قدمت الجانب الذي لا يعرفه أحد في حياة الفنان فاروق فالوكس اللي بنواجه له كل التحية يعني ربنا بارك في صحته وفي العمال الكميلة اللي قدمها لنا وحضرتك طبعا أبرست بقلمك يعني شكل هذه الحياة احنا بنشكرك وسعادة بوجودك وسعادة بإنتاجك أهلا وسهلا شكرا لكادر صاحب حسن الزوام بنشكر حياة فندم على هذا اللقاء وطبعا الشكر لصاحب الفضل لأن حياة تكون معنا في هذا اللقاء الفنان القدير فاروق فالوكس ربنا ينديه الصحة رب ويأتيك وطلط العمر